ورجعنا لكم من ثاني ومواصلين فقرات في حضرة المساء والفقرة دي بطعم مختلفة ونكهة مختلفة مع ضيفة مختلفة عبير علي عبير زيكم أسعر خير عليك أهلا وسهلا وعليكم السلام مرحب بيك الأستاذ عزيزة ومرحب بيكل قناة البلد أهلا بيكم أنا دكتورة عبير علي إنسانة بسيطة شديد طموحة شديد تخرجت من جامعة الخرطوم كلية الاختصاط وناقشت الدكتورة في 2019 دكتورة في الاختصاط صراحة يعني أنا من يعني كلمة طموحة شديدة دي لأنه كذا عندي الشقف بتاع إني أنتج إني أعمل حاجة إني أعمل تأثير إيجابي للمنتمع الصغير بتاعي فبديت رحلة العمل الحر يمكن ديل أكتر حاجة يعني الحمد للعرب العالمين ممكن أكون أنجزت فيها اللي هو دخلت في مجال تدريب الشباب المنتج أسست شركة اسمها فاليو للتدريب والتسويق حاليا وبعد الحرب يعني أسست مطعم مطعم باسم أكلة هي أكلة شعبية طبعا معروفة مطعم المفروك السوداني المفروك السوداني ممكن كان حاجة مختلفة المفروك من زمان ولا هس جاتك الفكرة بعد النزوح وبعد اللجوء طيب حلو في بداياتي لما دخلت عمل مجال العمل الحر والبيزنس الخاص يعني كان في البداية أني أعمل فكرة مشروع تمام كان الفكرة في أنه أعمل عملت خيارين يعني اخترق بين خيارين يعني أني أخش في مجال التدريب والتسويق يعني هم مع بعض أو مطعم سبحان الله من بدر يعني الفكرة موجودة تمام لكن لقيت نفسي أكتر أنا كمؤهلات علمية الحمد لله عندي فقلت لأنا أقوي مهاراتي الإدارية التسويقية وغيره ودخلت في المجال بتاع التدريب وزي ما عارف يا أستاذ عزيزة طبعا نسبة البطالة مؤخرا في سنوات الأخيرة كثيرة شديد ومعظم الشباب ما بيتوفق في فرص أو إيجاد عمل وكل معظم الشباب أصبحوا يدخلوا في العمل الخاص ويعملوا وينتجوا من إذا كان أونلاين يعتمدوا على أو مباشر وغيره من المشاريع الصغيرة فقلت الشريحة دي شريحة محتاجة إنه الناس يهتم بيها الحمد لله رب العالمين قدرت من خلال الشركة المتوضعة بتاعتي إني أدريب الشباب ديل والحمد لله عملت مبادرة برضو كانت اسمها مبادرة تكون منتجا عملت رواج كبير يعني كمينة كانت في الغاهرة؟ لا في السودان في السودان أنا كان البدايات من 2019 تمام القاهرة جيت قبل الحريب بصراحة لأسباب خاصة و سرية وبعدين مواصلة كنت يعني مواصلة بقيت من القاهرة ومن السودان فاليوزاتها بتعمل بين السودان وبين القاهرة تمام طيب حنقف النقطة دي ما علي الشعبير الحريب أنت ذكرت إنها لما جاء لما قامت أنت كنت في القاهرة يس معروف إنه ما في شخص ما تأثر برا السودان جوا السودان لأي مدى تأثرتي والسميحتي كيف إنه في حريب قامت في السودان وأكيد عندك ناس كتاري يعني هناك أوكي أنتبعني يا أستاذ عزيزة الكلمة الزاتة أساسا الموضوع ده زاته بحزبي كلنا كلنا عاد يعني يعني ما حبا أم ولاي دموع يعني لا لا حزن زي زي كل الأفراد أو كل المواطنين في البلد السودانين كلهم السودانين كلهم زي حال نزح على أي أسرة سودانية بالتأكيد تأثرنا بالحاجة دي كنا هنا في القاهرة وفجأة في صباح عرفنا إنه في حريب قامت الحاجة طبعا عمل التأثير نفسي كبير جدا حتى يعني مزاولة عملية كتب شغالة هنا اللي قلت نفسي أنا ممكن قرابط أربع شهور بس يا عزيزة في حالة متابعة بتاعت أخبار وفي أو مع البحث اللي بصيص أمل إنه لأ ده خيال ده ممكن خلاص تقيف شهر شهرين فحتى يعني أنا كإنجازات فردية وقفتة يعني صراحة نحن كأسرة سودانية بالرغم من إنه يعني وفقنا أوضاعنا بر السودان من قبل الحرب يعني ما بسنوات كثيرة لكن برضو تأثرنا يعني حتى أنا بقصود لك الحالة الاقتصادية تأثرنا يعني وظيفة الأب الأولاد وحتى إنجازات الصغيرة كنت أعمل أنا في مجال العمل الخاص كلها تأثرت يعني فهمها يعني كنت بقول لك أنا فاليو شغالة بين سودان ومصر بتقدم دورات تدريبية أونلاين للشباب اللي في السودان بتقدم هنا مباشر كان المركز أسسه في المهندسين في ميدان لبنان وكده ده كله تأثر إذا كنت بسلت تلبليك عن ناحية الاقتصادية طبعا الحالة الناسية دي الأحد الآن إحنا ما زلنا طبعا الموضوع مؤلم مؤلم شديد طبعا طيب فبعديها فقررت إنه بعد ذاك عملت ويسموش تحويل يعني أو غيرت البيزنس مودل بتاع الشركة وفكرته التفكير المشروع المؤخرة اللي هو مطعم المفروك السوداني وده الهدف منه صراحة يعني زي ما يعني يمكن قلت الكلام ده برضو في بعض الغنوات إنه أيوة نعم كنا خلاص بنبحث في مصدر دخلي لنا إحنا كأسرة سودانية لكن كان فيه أهداف تانية يعني يعني من الأهداف شنو يعني غير إني كنت مثلا عايزة تستوعى بجزء من الشباب مثلا إنهم يشتغلوا ولكن بيكون فيه هدف خفي وراء الموضوع ده غير يعني المكسبة اللي يعني الاقتصادي ده لأنه أي شخص بيكون عايز يفتح مشروع مؤكد فيه مصر دخلي أيوة صح في شنو الحاجة المختلفة؟ الهدف أنا لما جيت مصر بشوف هنا المنافسة في سوق العمل المصري يعني ما شاء الله تبارك الله في مجال المطاعم مثلا إذا كانت دي كانت فكرة أصلا كانت من البداية فبشوف المجال هنا منتعش جدا المجال المطاعم وكده فحبيت قلت ليلى أنا الفكرة اللي كانت من الأول إني أعملها اللي هي من خلال الأكلة الشعبية المعروفة بيها معظم قبائل السودان الأكلة الشعبية المفروقة إني أحكس أعمل المطعم ده وخليه حتى بإسم الأكلة الشعبية دي وكمان يعني أحكس ثقافة بلد وأحكسها بطريقة تقديم جميلة يعني حتى المطعم يتأسس كان في الدقي مؤسس بطريقة فيها فلكلور سوداني التراث بتاعنا المكان الحمد لله يمتاز بي نظافة عالية وده شهادة الزباينة والجمهورة اللي بيجينا فليه وأنا قاصدة كده لأنه لما أقول مفروقة يعني ده ما مطعم مثلا بإسمي ولا أي اسم أو أي براند تاني المهم هو أكلة بتاعت شعبي كامل يعني فكنت حابة أني أحكس للناس دي والحمد لله حققت الحاجة دي وجونا شعوب كثيرة يعني الحمد لله غيرت معناها فكرة المدعم الشعبي اللي ذاسخة يعني في راسما هناك من الخرطوم يعني أنه شكل المدعم معروف يعني المدعم شعبي ده ما فيه أي استحداث في يعني عشان أيوه محل بسيط فأنت غيرت الفكرة ده أني إحنا ما شوفنا طبعا يا جماعة وعبير ما عزبتنا وليا برتينا مفروقة نوريكم لا لا معزومين أكيد طبعا معزومين إن شاء الله حاولت تغير الحاجة دي أيوه حبيت إنه قلت لك عكسة في يعني يكون فيه الستاندر أو الاسم الشنوء الشكلية وشعبي لكن مستحدث يعني بزبط كده أيوه بزبط كده لكن برضو فيه يعني لما يجي الزبون الماء بيكون سوداني مثلا الحمد لله يعني يحسوا بالحاجة دي يحسوا كأنهم داخلين بيت سوداني راقي نظيف الأكل ذات وطاعب الحمد لله ومن الشعوب مختلفة الحمد لله أستاذ عزيزة يعني جوانا طيب كلامه لأن التعليغات عديل يعني ورين بمفرداتهم اللي هما بيقولوها يعني كيف المفروقة يعني ممكن يكون مطعم سوداني فيه أكلات يعني أجاشي حقنا اللي تفاصيل لكن مفروقة صعبة أيوه هما أول حاجة بتجذيبهم كاتل كلمة كلمة مفروقة دي يعني إنت هتشرح الكلمة أول أيوه بضبط ما بشرح الكلمة صح أيوه أكثر الشعوب مثلا الدول العربية والأسيوية دي الناس اللي كوب برضو في دول أوروبية منهم اليمنين السعوديين من الدول العربية واكصد الديمنين السعوديين المصريين برضو فيهم وفي من الدول الأسيوية برضو يابان فلبين لحد الآن عندنا زبائن من فلبين ويابان بيتواصلوا بعاوه بيكتبوا لي عايزين نريمية بقراصة وعايزين تقليمي كسرة والله العطيم فبتسأليني كينو هما بيكسأل شنو المفردات شنو بقول عليك هما بيقولوا مفروكة يعني تمام الأسئلة ذا كان حسب الهجات المختلفة طيب بيجوا على أي أساس يزاهموا ما عارفين في منهم يلا تمام في منهم الباجي بيكون دايما المطاعم بيكون الناس بتحب الشغفة بتاع التجربة إنه يحاولوا يجربوا حاجة جديدة أو أكل جديدة في منهم الأسن ضاق قبل كده أكنا تمام ومسلا منهم السعوديين اليمنين وفي منهم الوصفوا ليهو يعني قالوا لكي ونعم بيهو أيوة وكان برضو فيه مركز فرنسي وبيقدم دراسات فرنسية تقريبا في الدقي برضو برضو ديل كانوا من كان فيهم أجلس مختلفة فتقريبا صاحب المركز أو المدير بتاع المركز بيعمل سيرش على المطاعم الشعبية الليسم طبعا مكت مختلفة أيوة وكانوا هنا برضو دي كانوا حين التجارب حلوة أيوة كده يعني وفي واحدين كانوا أصلا ضاقوا الأكلة وعايزين يعني مثلا في منهم سعودين وليمنين بيعرفوا التقالية النعيمية بيضاقوا أكتر حاجة التقالية أيوة أيوة أكتر الحاجات بالذات للعربية التقالية حبوها شديد حتى بتالي يوم عندهم الشغب بتاعين يسألوا المكونات إيه وبتاع بالنسبة للمفروكة البامي المفروكة الملوخية المفروكة برضو دي الأسيوين حبوها جدا وبدوا يشكروا يعني إنه الأكل طاعي وإنه الأكل غلصي فهمني وعلى فكرة كمان في حاجة تانية حبو الشطة بتاعتنا شديد نعم الشطة ده ممكن مختلفة أيوة طيب أشب تأتيتوا بتعم عندكم لا طبعا الفقرة دي ما في زمنا نهايي بك عارف السبب ما حانواصل ما حافظ مش كلاوه وإحمد عاصم برضو خلف الكاريس برضو جعان شديد فأنا وإحنا بيقولون هم بيقولون لأجانبية التاست بتاع الحاجة المختلفة عندنا شنو يعني مؤكد في طعم مختلف بميزك معنا الأكل المفروك ده ممكن ألقوا في أي مطعم سعر البميز المفروكة من غير شنو والله البميز المفروكة إنها طعم البيت السودان طعم أكل البيت السودان يعني دي بشهادة الريفيوز كانت لي كتير من معظم الزباين يعني إذا كانوا السودانين ولا غيرهم فهم حسوا بإنه ده طعم البيت كأنه حاجة معمولة في البيت عرفتي وبعدين أول حاجة نحن ذاتنا بنعملها كأنه والله بكل صراحة يعني الخلطة السرية أقول لكم يعني ما شغل تجاري أبدا عرفتي معروف إنه أي شغل تجاري إذا كان في جانب مأكلات أولا في بديل بيكون ليه هو بالضبط كده أيوة فلأ والله يعني في تفاصيل كثيرة أنا واعزة أكشيف عنا لكن هو كان يكتب تكلفت أنا عارفة من فاطمة اللي هي مديرة اللي تشيف فاطمة إن شاء الله إن شاء الله لما تزورون أنت بزادكم إن شاء الله طيب وين تدريب الشباب المنتج تيب؟ يعني مثلا المفروكة ما تكون أخدتك يعني في الحاجة لأنت أصلا هي مجالك صحيح سبحان الله المفروكة تمت بالضبط في شهر 11 ده سنة يعني أسستها السنة سبعة شهور كانت في حداغل أهرام بالنسبة لي السكني وكده وأنا ماما وعندي عيال بيقة الإدارة صعبة ليلي الدج وكده سبحان الله أنا في السنة دي كنت مشغولة جدا كإدارة كإشراف كعمل فني لأنه أي مشروع محتاج منك في السنة الأولى تقييف عليه وبالذات لأنه ده مشروع أكل يعني مسؤولية ما أي مشروع أنت تبعد منه بعدين أنت عنديك الخبرة بتاعت الإدارة والتسويق أيوة بالضبط فيها أيوة أيوة الشهور الأولى يا سيدة عزيزة على الفكرة أنا عملتها من البيت وكنت بقدمها من البيت ديليفوري من البيت توصيلي وبفروك أنا بيرعلي جميل شفتي كيف وين كانت فاطمة لا لسه بعد بعد ما خلاص أغررت أفتح المطعم في موقع المباشر أنا بيقول فاطمة طبعا ما عرفت فاطمة هي أختي الكبيرة فاطمة هي أختي الكبيرة ربنا يديها العافية إن شاء الله عرفت فهي أنا طبعا صراحة يا سيدة عزيزة أصلا تعلمت الأكل منها يعني عرفتي وأنا أساسا ما شيف يعني أنا حتى بغضح كثير أنا ما شيف أنا بس عندي شقة في المشاريع جميل لكن ممكن مهاراتي الإدارية التسويقية قوية أساسا إذا جينا لي موضوع مطعم أنا تعلمت منها هي أصلا أغتي الكبيرة فعد ذاك لما جيت عملت المطعم مباشر هي بيقول المدير بتاع المطبخ كله يعني عرفتي وأساسا ما شابل ولا حقول لديتها الخلطة لأنه أصلا الخلطة يعلمتني لها يعني العايزة أقوله شنو السؤال إنه التدريب الشباب والمنتج التدريب يس أيوة السنة الأولى دي كلها كنت أنا سبحان الله يا سيدة عزيزة عشان عندي حب لإني أقدم قدرة لعندي من علم متواضع من مهارات للشباب ديل وينتجوا وحسيت إنه كثيرين منهم حتى في السوشال ميديا على صفحتي في الفيس بوك معظم المتابعين إذا المهتمين بالمشاريع فلما يجيك حد أنت هنا بتحس إنك منتظرك مسؤولية نعم صح فكان عندي حتة بتاعت يا الله أنا بعيدة من بناتي وأولادي المنتظرين مني أقدم لهم ويرش وتحفيز معنوي وتحفيز عملي فالحمد الله تمت السنة حسي حاليا والحمد لله كده يمكن أقول بشريات من البرنامج ده خلاص بعد أعزة أبدأ ويرش العمل تاني للمشاريع المنتجة وللشباب إن شاء الله طيب الشباب المنتج في كل المجالات ولا عندك مجالات معينة ولا أنت بس بتكون القايد لهم عشان يبقوا شباب منتجين أنت تكون داعم بس ولا بتحدد إليهم مثلاً أنت تحصصك كده التنتج كده بتقوم بتسوقي في مجاله ولا بيكون بشكل عامل برافو على السؤال طيب في نوعين من الشباب في واحد مجهز فكرته أصلاً وجاي ياخد من الناس المختصة والمهتمين ومن مركز التدريب يعرف إنه كيف الفكرة دي حركة لي مشروع كيف يعمل الخطوات الصحيحة للمشروع ده وفي شباب ممكن تلقيه عنده الاهتمام والشغل في يعمل حاجة بس ما مجهزة لكن لما نخش في البيئة دي بتاعت ويرش عمل وتدريب ويقعد في كميونيتي ويقعد في كميونيتي ناتف تتكلم عن مشاريع ومنتجات وكده فلا يس أنا معنات الحاجة دي جميلة أنا بقدر ليها وكمان يقدر أحدد فكرته أنا دايماً كنت يعني عندي واحدة من الويرش العمل بقول لهم في موضوع تحديد فكرة المشروع فكرة المشروع دايماً لأي حد عايز يدخل في المشاريع يختار من ضو خيارين يعني حوجية السوق السوق محتاج يا شنو زايد اهتماماتك كده المشروع سيكون ناجح لما تعمل حاجة من اهتماماتك موهبتك هوالتك فالحاجة بتلقي روحك انت بتديها يعني طيب ملكاتك اللي انت بتستعمليها في التدريب طبعاً انت دارسة لكن الدراسة ما زي التطبيق والشغل النظري ما زي الشغل العملي الحاجات اللي انت حاسة اني بتميزك وتخليك مدربة هي شنو وللحاجة دي برضو انا بكون عايزة اتدرب انه ابقى مدربة وطبعاً في حاجة اسمة تدريب المدربين صاح ايوه والله ممكن اكون الحمد لله رباً عندي موهبة الزكاة الاتماعي اللي هو ممكن او تواصل اتماعي يعني جميل ايوه يعني لما انحللت الشخصية بتاعتي الحمد لله بمتاز بالميزة دي يعني اني اقدر اتعامل مع كل الانماط الشخصية يعني حمد لله بعد ما يعني انا دخلت كورساط عن انه كيف تحليل انماط الشخصية وانك تقدر تعرف الشخص ده يعني تقدر تفهمه او تشرح له بايوه يعني زي الاستاذ الترباء وعلى فكرة في المدرسة برضو كده يعني يقدر يميز التلاميذ والطلاب الحوالين ودين بالطريقة دي فبعدين اجيز اكتشفت ان انا عندي الميزة دي ممكن تكون المريكة المثلا ساعدتني في انه اقدر شنو اخش في ميال التدريب لانا قعدوا معايا مثلا في القاعة متدربين فبمجرد ساعة ساعتين ثلاث ساعات وبدينا نقاش اقدر اعرف كل متدرب مثلا او قاعد يعني ياخد في اللاكشر او في الورشة دي اقدر افهم طريقته اقدر اشرح له بالطريقة او بالهن الاسر عليه طيب فيه شباب نقول تايه ما عندي وما منتج وانتي بتدريب الشباب المنتج فهل انتي بتدريبه وده بكون شخص جاهز ولا هل ممكن انا ما عندي اي فكرة في اي حاجة لا في بزنس ولا عارف اشتغل شنو انا تايه جاي هستي من حرب وما عندي لا عندي ميزانية ولا عندي اي افكار في راسي ولا كده فده بكون وضع شنو طبعا انتي بتقدر السعدي وكيف مرات بتنجح يعني تجربة مع اشخاص زي ديل هم بسبب انهم ما لقوا وظيفة نرجع تاني لمشيطة البطالة يعني وانهم اتوفقوا في وظيفة وقالوا يدخلوا للسوق الحر او العمل الحر ويعملوا بزنس خاص فبتلقيهم لا عندهم الراسمال لا عندهم المعرفة لا عندهم المهارة لا عندهم وتايهين برضو ولسه تايهين ايوه في منهم الممكن يستعين يحاول يعمل تطوير شخصي لنفسه ويكتسب مهارات ويتعب على الحاجة دي اخد لي زمن ويقدر ينفذ لي من خلالك انت هيكون التنمية المهارات ايوه ايوه هو طبعا بالمناسبة استاذ عزيزة في مدربين يعني ما شاء الله ارهب مني كتير وانا تلميزة جنبهم يعني عرفتي فلكن يعني الحمد لله انا بس من خلال بحكي لك التجارب دي وفي منهم الممكن يكون لسه ما زالت داعي ممكن الحاجة ترجع لانه ما بعدها كنت ما بتقريدي يعني انت في الحاجة بتكوني داعم له يعني يس ايوه لا الحمد لله رب العالمين قدري الناس المسلا ما حبك كنت اقول خيام دا لكن مثلا فيه ناس عندها معاناة انها عندها الفكرة وعندها المهارة وعندها كده وعايزة رسل المال مثلا اقدر انا بمعار فيها ساعدهم في انهم كيف تعمل يلا عايزة صلى الحكتة دي هشلا ايوه انتوا امولون بحاجة بسيطة ان شاء الله وانا حعملهم دراسة جدوى والموضوع عمشوا وتابعهم والمشروع ينجحوا كده او شراكات يعني انا بالفكرة والمجهود بزرط اي شراكات بس كنت انا حتى لما ارشح يعني اجمع بين اعمل تشبيك بينه بكون يعني برضو حيثة الامانة انه احتماله اذا فشل ممكن الممول دا يرجع علي انا يعني انا من خلال دراسة جدوى قدمتها كلها كان بتحصل حاجات زي دي لكن بقوم بخليه يعمل بأقل رسماء عشان تكون المخاطرة ما كبيرة ممتاز طيب مشاركاتك العامة يعني زي مثلا الملتقى الاعمال اللي كان قبلي كم يوم لبس مهندس محمد حمزة والحاجات الانت ممكن تستفيدها من الحاجات يعني المنتديات الزي دي او الملتقيات الزي دي او نقول اللي كان زي شكل تظاهر كبيل لنصايح ولتفاصيل كثيرة الى اي مدى انت بتستفيد من الحاجة دي بانه انت واصل انه عندك مشروع وناجحة وتحسي انه يعني انك تكون قريبة لبعض المتحدثين يعني في الملتقى لكن انت بتقطط في شنو من الحاجات زي دي او انت قبل ما تمشي بيكون الهدف انك عايز تطلع بشنو طيب اول حاجة المنتدى يعني ما شاء الله من هنا اشكر استاذ اخونا استاذ محمد حمزة لفكرة رايعة بالمنتدى وكان اساسا دي المسقطة تقريبا عمل هنا اول حاجة الاسم لو لاحظت البيزنس علاقات انا كان يعني شداني الاسم برضو فعلا يعني اول المكسب اللي كسبته كسبته معرفتي بانك يا استاذ عزيزة شكرا اكيد كسبته انه قناة البلج عرفتني فاهماني فالحمد الله رب العالمين بحمد ربي انه في فرصة زي دي ما بلده تطبيق عملي للبيزنس علاقات بالضبط اي ايو البيزنس علاقات فعلا وغير من كده وشفتي ما شاء الله كم الجمهور الهائل المنجز المنتجين الشباب الاصحاب مشاريع سقيرة متوسطة شغالة اولاين الناس لها اسم ومدربين وناس كثيرة كانت يعني في المجال بتاع مجتمع روادة الاعمال موجودة المعرفة كوني انه سلمنا على بعض قدرنا هل تعلمي يا استاذ عزيزة موضوع ده انا كوريك يسبت طبعا المكسب القوي اني تعرفت على شخصك وانه قدرت احظى بفرصتي ان اطلع في قناة البلد كنت عندي مشكلة بعاني منها في مطعم المفروكة وشوفي يعني انا حتى ما هو انت مهما كنت مدرب ولا مستشار ما بتعرف كل حاجة كيف كنت عندي مشكلة معينة واقف الي واحد من الاخوان هو متدربين او اصحاب بيزنس يعني فبعا سلمت علي اخو الله انا بعاني من كده 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 بس احملي واحد اتنين تلعة اربعة هي بتكون كانت في لك الرائحة بس بزبط كده تاعت والجناها ايوه فالتشبيك كان مهم شديد فعلا البيزنس علاقات ونتمنى انه تكون فيه نسخ تاني وتاني ونتمنى السودان يصبح مستقر وفيه سلام وخير ونقدر نعمل النسخ دي اناك بالسودان ان شاء الله ان شاء الله طيب السوشال ميديا خدمت مدرب الشباب المنتج والمفروكة لاي مدى ايوه انا بدايتي قبل معمل المفروكة والريتك اصلا كان الانترسينج بالمشاريع هم المتابعيني بقدر اطلع لايف اديهم جرعات اقدر ادي بوستات محتوى حاجة تكون صغيرة ممكن تكون تاهية على واحد يقدر يطلع منها قدر تقدم ويرش والحمد لله فحسيت يعني حتى المبادرة اللي كنت اطلقتها الاسم اكون منتجا وكان من خلاله في زون السودان امتي تعرفوا عليه وعملوا معي لقاء في الموضوع ده فحمد لله رب العليم لكن ما زيل طبعا طموح يعني ذه نقطة من بحر لسه لسه محتاجين نعمل تغيير للانتاج عرفتي نعمل تغيير للفهم بتاع انه كيف الواحد يكون منتجا كيف الواحد لو لو ما لقى فرصة عمل ما يضيع زمنه سنين وممكن هو ذاته يقدر ينتجه كذا بالنسبة للمفروكة طبعا بالعكس يعني انا حاسة كمان المفروكة كونينا لقى ريفيو من شعوب مختلفة من اجناس مختلفة وبيضوقوا في الاكل السوداني واكلة شعبية وبيشكروا في الاكل وبيشكروا في المكان وبيشكروا في الصلاة والحمد لله شكل التسويق كيف في السوشال ميديا المفروكة انا قابلتني وما عارفانا من المتابعين ولا ما من المتابعين لكن قابلتني ولما نحاجر قابلك في السوشال ميديا والفيسبوك بالذات معناها شنو معناها الوصول عالي او التعليقات كثيرة ما بتلاقيك سايل حاجة في الفيسبوك صح صح طبعا التسويق لان انا قلت لكي ببدايتي اصلا عندي شوية مهارات تسويقية يعني زائدين عندي تيم كنت في فترة البداية يعني مدربة معاي ويشتغل معاي متهدين على السوشال ميديا طبعا التسويق بتاع المطاعم بالذات عايز الصورة او الفيديو صح فتجوي على الناس دير والناس تشتهي الاكل كلام برضو مناسب جوي على الان كبرة نعم وبرضو دي واحدة من الادوات اللي خدتها وغير من كده ممكن اطلع انزل الريفيوهات الريفيوز بتاعت الزباين حتى لو شفت الصفحة في صور للدول التاني وشعوب التاني الاسيوية والسعودية وغيرهم نازلين وهم يعني طبعا نستأزلهم يعني ما نحن نزل صورهم ساي فبنستأزلهم انه ممكن ننزل الريفيو بيقول اوكي وبننزلها يعني ففي طرق كثيرة طبعا للتسويق لكن كمالا ساعدني يا سيد عزيزة انه اكلة شعبية ونحن في بلد بعيد من السودان فبيوني بيوني نعم الحمد لله فهم اكيد هنا المنافذة بتاعت مطاعم بيرغر سندويت شات مختلفة بيتزا غيره موجودة كثير صح فلكن المفروكة واني يعني مميزة ومختلفة طيب ذكرتي قبل التسجيل انه اولادك مرتبطين جدا بالسودان وطبعا ارتباطك احنا ما حيتكلم عنه لانه حاجة مفروغ منا لكن كونه يعني الاطفال يكونوا مرتبطين بالسودان في حين انه يمكن بيعدوا فترة طويلة هم ما زي الناس دايما جوا في الحرب وكده زي حالهم حال غيرهم فارتباطهم بالسودان ده هل ممكن لمن الحرب تنتهي انه تغير فكرتك تماما في انك انت يعني مستقرة هنا وشغالة وموركة وضحت الحنين الشوق الحاجات اللي عندنا كلنا هل ممكن تتطراك تخليك ترجع تاني للسودان ان شاء الله حتى بس تبين لي الشوق دو دي يا معقولة اكيد اكيد يا استاذ عزيزين احنا نتمنى انه الحرب دي ان شاء الله كده ان شاء الله يا رب الحاجة المؤلمة الحزينة دي كده تنزح والسودان يرجع في سلام وفي امان وفي خير لا بالعكس على طول يعني حتى بقول لي اولادي ايو نعم كلامك صحي انه خلاص قررنا وفقنا وضعنا هنا وعملنا شغلنا انا والوالي وابوهم وكده بس لا اول يعني احتفال بالنصر ايو بالضبط كده لكن اكيد يعني الواحد هم لانه انت على فكرة ان احنا بقدري ما ممكن نكون موجوعين يا عزيزة لكن الاعمار خلاص يعني اخذنا من البلد كتير شربنا من طيباته من اصله من كل حاجاته لكن الصغار دي لسه في حاجات مقصاهم كتير فلا دي المفروض يتلحقوا سريع للبلد يعني طيب ممكن بردو نرجع للبلد وانتي ما بيت الخرطوم جيت الخرطوم للقراية انتي بيت البلد انا بيت البلد اي انا بيت البلد اي انا اصلا من منطقة صغيرة في شمال السودان تمام منطقة اسمه البورجيك نعم معروفة طبعا لانه تربيت فيها وتولدت فيها فبت بلد يعني مشيت الخرطومة والعاصمة بعد الجامعة بس يعني وبعدين الزوالي والاستقرار لكن يعني مصطفلين البلد بطبيعته ناسا وهسي هم حاليا كيف مع الحروب واخبار الحريب وانتو متواصلين مع ناسا البلد القداع ومنطقة البرجيك بزات هل ما زال لسه الجزور يعني موجودة والاهل هناك ايوة 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 معظم ديل اهل امي معظم ما شاء الله لسه الاسرة موجودة هناك الاسرة الكبيرة يعني البلد مصدر الحنية يا صحيح الاهل الحوش الكبير الحوش الباب المفتوح ما في حاجة اسمها لبقى مقفولة الحنية تحسي انه الاجارة السابع منك البيت بيته وفي حاجات كثيرة نتربين عليها وبعدين انا اكن كل الحب وكل الشكر لأسرتي لأسرة امي يعني لأسرة الكبيرة بنقول لي بيتنا سحبوبة يعني حتى الاسم كذا يعرفتي خيلاني خالاتي ربني ديوم العافية ان شاء الله طعم فاصل طلعنا قصير لانه ما قدرنا نواصل لانه العبير ولكن اصلا الحمد لله انحنا انت ايه لانه عبير يعني قالت ما حد تقدر تتكلم تاني نديك مساحة صغيرة ونختم بيها طيب الفقر طيب بعد البكية ديوم بعد الحنين لبيتنا سحبوبة تاني ما حقدر اقول حاجة غير ما انه اتمنى السلام والاستقرار لسودان الحبيب يا رب العالمين اتمنى انه يعني الحاجة الموء لي مدد خلاص يعني الشبح دي يمشي مننا وتحياتي لأسرتي بيتناس حبوبة خالاتي وخيلاني وكل بيتناس حبوبة يعني شكرا عبير علي شكرا كل اللي شاركوا في اخراج الحلقة دي شكرا الشباب خلف القواليس شكرا استادنا عادل الزبير دايمن بيختار لنا مواضيع وضيوف مختلفين ومميزين وحب اشكر فاطمة فاطمة خلف القواليس شكر خاص عبير نيستها وخيلاني والدموع واهل امي طبعا فاطمة لانا معايا يا فدن معانا كل انا فاطمة فرينا شاكرين جدا لك انا وجهت الرسالة لنسى السودان فاكيد فاطمة ان احنا المقوين برب العالمين وبها يا سلام الله ايديا صح والعافية ان شاء الله يا رب شكرا مرة تانية كل اللي تشاركوا في الحلقة دي ولحد ما لاقيكم في حلقة تانية من في حضرة المساء اقول لكم كونوا بخير وإلى اللقاء موسيقى